كما توجه الرئيس عبد الفتح السيسي بالتهنئة للخارجين الجدود من أكاديمية الشرطة وشدد الرئيس السيسي على أهمية المسئولية الملقاة على عاطقهم في إطار الدور المهم لوزارة الداخلية أرجو أن نحن نبقى دايما عارفين أن المسئولية الملقاة على عاطق وزارة الداخلية مسئولية كبيرة قوي وإحنا كلنا يمكن وإحنا ماشيين في الشارع نقول فين الشرطة لو قابلتنا مشكلة أو حتى في البيت أو في أي أو حتى لما نلاقي الأسعار غير يتقول فين الشرطة فين الرقابة يعني عايز أقول دوركم مشهود من الناس كلها ومنتظر من الناس كلها ومصر كلها بتقدر هذا الدور طالما أن هذا الدور يبقى دايما بيحترم إنسانية الناس وبيحترم إنفاذ القانون ودي نقطة اللي أنا يمكن بأكدها عليكم إن إحنا دايما عايزين وإحنا بنتعامل مع مواطنين في مصر نبقى دايما منتبهين إن إحنا آه إحنا موجودين في الشارع بنتعامل مع تحديات كتير في يعني ممارسات اللي ماشي صح مش حابه فيه مشكلة معك لكن اللي ماشي بشكل مش يعني مش منضبط هو اللي حابه ليه مشكلة معك ترفق بيه علمه من خلال أدائك الراقي وأيضا من خلال القدوة الممارسة ممارستنا كلنا مش بس أبنائنا في وزارة الداخلية أتمنى لكم التوفيق أنتوا دقلتوا إن شعاركم علم وأخلاق واجب فتسلحوا بالعلم دايما شكرا